أعلنت أوكرانيا استعدادها لأي تنازلات في مسألة تبادل الرهائن مع المسلحين الروس بإقليم الدنباس وأكد مستشار رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا يوري تنديت أن الأمر متروك لروسيا والمسلحين الخاضعين لسيطرتها وأعلن المسؤول بجهاز الأمن أن الجانب الأوكراني سيقوم في 29 نوفمبر بطرح مسألة الرهائن خلال المحادثات التي ستجري في العاصمة البيلاروسية منسك وأكد أيضا أن أوكرانيا على استعداد لتسليم 306 أشخاص في مقابل الإفراج عن 74 أوكرانيا محتجزين في الأراضي المحتلة مؤقتا بالدنباس هذا ويعمل الجانب الأوكراني على بذل جهود كبيرة لمعرفة مصير 160 رهينة أوكرانية حيث بات معروفا مكان التواجد 96 منهم فقط موسيقى